مرحباً نحن نحتفى النهاردة بعيداً من الصليب نحتفى بيه مرتين مرة سبعتاشر طول ومرة عشرة برماط أحد الملاحظات على صورة السلاموت اللي هي صورة المسيح مسلوم خصوص الأيقونات القبطية القديمة إن بيتكتب لو بيتكتب بيئة شروم وفي اليوناني نيكا بيئة شروم معناها الغالب ونيكا في اليوناني معناها الغالب وأحد ألقاب السيد المسيح اللي اشتخدمت كثير جداً خصوصة الأولى الغالب يوصل بالغالب ورغم الصفة الغالب اللي تكون مرتبطة بالأيام أكتر إلا أنها موجودة على صور الصلب والمسيح خرج غالباً ولكي يغلب يعني خرج من الموت وخرج من التجربة دي وخرج من القصة دي ومن أحداث الألام والصلب والقيامة خرج غالب ولكي يغلب تستمر غالبته ونغلب نحن به ويغلب لنا أيضاً المسيح عندما انتشر على الموت انتشر عليه لحسابنا والمسيح ولم يعطينا قبل نموت وإنما أعطانا أن نقوم بعد الموت ودي أروع بكتير لو كانت داناً نحن من الموتش كنا نعيش حياة أرضية على طول لكن الداناً نحن نقوم من الموت إلى حياة أبدية لا تنتهي السيد المسيح وهو مصلوب مصلوب واقف وهو قائم أصار الجروح فيه فالقيامة موجودة في الصليب والصليب أصار موجودة في القيامة يعني ربنا أراد أن يموت مصلوب لأن أحد أسباب أن يموت مصلوب أن يموت واقف لو كان مات بطريقة تانية كان يبقى فيه زبيحة وفيه حد بيقدم زبيحة لكن هو واقف بيقدم زبيحة نفسه ولذلك يوم الغمعة الكبيرة والمسيح معلق على الصليب يقول لحنين اللحن الأول بيتكلم عن هذه المجمرة وبيتكلم عن هارون رئيش الكهنة بيقدم جبيحة المناسبة لإنسان المسيح هو رئيش الكهنة الحقيقي وبيقدم جبيحة نفسه ساعة السادسة ساعة السادسة ساعة الساعة بنقول المجمرة الزهبية بنتكلم عن العنبر اللي طالعا منها هو سيد المسيح وفيه هنا مقابلة لأن الآب اجتمرة أحد الصرور من على كل جزء بموت المسيح فهو ده العنبر المقصود وعنبرها فهو مخلصنا فالمسيح واقف مصدوب لكن واقف فالقيامة بينا في الصلاة وبكرة السبت إن شاء الله اللي احنا حاوزين اللي احنا 5 إطاف 1000 هذا الذي أصعد ذاته محدش أصعده محدش غلبه ده هو بإرادته وبرضي يوم الجمعة الكبيرة بالليل في نهاية الصلاة بنقول له احنا جميل اسمه الجنجوسة فمن الجمعة اللي بنقولها نقول له بسطة يديك يعني محدش خدك قيدك ومحدش خدك أذلك انت اللي بسطت يديكك من شوية بنقول له هذا الذي أصعد ذاته بنقولها في الستة وفي التسعة غير إن احنا بقولها في عيد الصليب عشرة برامات وسبعة تشرتون اللي هو النهاردة يعني عشيته النهاردة فنكتب على عيقونات الصليب الغالب رغم إنه في موقف ضعف أو في شكل ضعف لكن غالب نيقا حرف النيل كابتل في اليوناني في شكله V يعني سمول شكله مختلف لكن كابتل V ولما كانوا يرشموا الصليب زمان يعملوا يشهون بأكتر من الطريقة لكن الطريقة الدقيقة واللي استخدمت لفترة طويلة الصعب عدا يبقى هنا فيعد ثلاثة ستة تسعة عشرة ورقم عشرة يقابل حرف اليوطة اللي هو أول حرف من اسم إيسوس الغالب فيرش مصطليب كده مع حرف اليوطة بالشكل ده وارتباط الغالب بالصل ان الشيطان يخزه لما ترش المصطليب فتغلبه ليه أول ما حد بعد شار يضطر الوحرش مصطليب بحسن فكر من الشيطان أو حاج مصطليب أول ما يرش المصطليب تنقش على الحرب ويهرب الشيطان ويخز الشيطان في قصة وردت في الكتابات الموسكية عن ساحر ساحر موت في مكان كان يسموه له وسيط طبعا وسيط ليس وسيط بين الناس وسيط بين الشيطان وبين الناس ف فالراجل واحد أخذ شخص وسيحي وقاله تعالى أوليك مالك عظيم فدخلوا مكان كده تحت ولقى رئيس عظيم قاعد كده طبعا شكله قبيح جداً ومعه لاستنين أو أشخاص زينه ودخلوا وقاله الرجل الرئيس اللي قعد على الكرسي ده قالوا واحد من الاثنين قالوا أهلاً بك لقد قضيت حاجتك يعني التالبات اللي انت تلتها أنا عملتها لك مين اللي معاك؟ المعد المسيحي قالوا عبدك فاللي قعد على الكرسي سألوا قالوا أنت عبدي قالوا كلا بل عبده الآب والإبن والروح الكرسي أول ما قال كده انتفقت المصابيح وقعت الكراسي وانكفر الناس واتقلم المكان اللي كانوا موجودين فيه واللي ذكر للقصة قال هكذا قوة الصليم لمن يستخدمها بإيمان بردو افتكر ان فيه قصة عن ان الشيطان اجتمع بأعوانه في البرية رفين شابه يحبه يحبه بلالي يعني عشان كده عمب أنتونيوس لما دخل البرية طلوا عليه قالوله أخرج منها هنا لأنه موضعنا قالوله يا صبي العمر والعقر ما الذي أتى بك إليها هنا أخرج منها هنا لأنهم موضعنا قالولهم أنتم ما لكم موضع قالولكم مش وش تقولوا لنا البرية ولا الحضائق يعني فعمل اجتماع مع أعوانه وبعين قالوهم قالولهم في شخص غريب موجود في المنطقة فماسحوه ورجعوه له آه في واحد ناين كده في البرية قالولهم هاتهولي لما قربوا منه قالاش المستليب فجيروا قالولهم مش قادرين ندخل عليه فقالولهم قالولهم بتعالونه من فوق هو بقى كده قالاش المستليب عليه من كل جهة وده تقليد استلمناه من راح نشم الصريب على جبهته قبل ما ينام وحواليه يعني من كل جهة وفوق يعني شمه على نفسه من شم وفوق شمه في كل جهة ولو أمكن راح ينامه وفي ايده صريب أحسن أو يحق صريب تحت المخابة بترعب جدا نشتغل من الصريب حاول يوصوله معرفوش فانزعج جدا أتالي في راجل هو حكى القصة دي كان موجود مستخبي في مكان وشاف كل اللي حصل ولجع قال هكذا قوة الصليب بقول ده عشان قول ليه ليه بتقول إنه الغالب أرجع تالي من نية قاب باستخدم لي كده وبرش بالصليب في يسوع هو الغالب العجيل إنه الناس النهاردة في جميع أنحاء العالم يرفعوا دي وبالعلامة دي علامة النص ده أصلا علامة النص المستخدمة في كل أنحاء العالم تبقوا كده هو مش فاهم دي يعني هو لو ضقك فهيلاقي ده هنا كده بعدي ثلاثة ستة تشعر أنا بعدي من تحت واحد اتنين ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أو لو بعدي من فوق قد بقى هنا لكن كان يحطوه هنا كده فمحدش أخد باله من اللي تحت فمحدش أخد بس من اللي فوق أو دي كده علامة النص وحتى دي على فكرة بداية ذيكتور وذيكتور يعني منتصر ذيكتور وبؤتر معناها منتصر برضو لو تلاحظوا سيد المسيح غلب الموت لحسابنا غلب الخطيئة لحسابنا غلب العالم لحسابنا أظهر القوط وأخضع الطبيعة برضو لحسابنا أخضعت كل شيء تحت قدمي فلما نقول أو نعرف أين دي سكوا أنا قد غلبت العالم ممكن راح تقول له هو اللي غلب العالم أنا إيه نصيبي منها نقول له غلب العالم ليك وكل يوم نسحق من الغلبة دي ونشتخدم ويزيد الرصيل يعني ده رصيل من الغلبة سيد بننا سيد المسيح كل ما نسحق منه يزيد أكتر ونلاحظوا في سفر الرؤية في رسيله سيد المسيح عبد القديس يوحنا الملائكة الكنيس أن يقول من يغلب هديله كذا من يغلب هجعله عمود من يغلب هياكم شغله حياة من يغلب لأنه يغلبه الموت التالي وهكذا يعني به نغلب نحفظ التعبير ده بنحفظه بيحسه بضعف أو يخافه نقول له به نغلب فأنا بغلب العالم بالمسيح لأنه في حساب لنا عالم مهزوم خطية مهزوم أشطار مهزوم زي مشارع قوي يدخل على أسد وقعد يضربه بالحراب وقبل من أسد يموت تماما سابل ابنه فسابله إيه؟ وحش متهالك يعني قارب من يموت لكن ما ماشي يقوله وأبو حاب يسلمه إمكانه أن يقتل الأسد هكذا زي لو بعض أكو شاف ما عارش يموت هنا أو لا لكن عندنا في مصر متشر قط يستدفار يعضي العدبي بأيديه يمينه وشمانه يضربه ويطلعه فوه نازله تحت ما يقتلوش على طول قطي العدبي ولما يقرب بقى يموت أو يغالج راح أعطيه لابنه الصغير فبيعلمه إنه ممكن يغلب حاجة زي كده وراها الطريقة برضه من ضمن الحاجات اللي أشارت لغلبة المسيح موكب النصر يقودنا أو يقودنا في موكب نصراتي موكب النصر ده طبعاً ده صورة مستعارة من الحياة الرومانية الحياة العسكرية الرومانية عندما كان قائد يخرج للحرب وينتصر نصر عظيم ويأسر الملك اللي هو خرج حربه يستنوه في البلد بأقواس النصر ويقف الشعب على الصفين طول الهايوي بتاع البلد والغنائم في البداية في الموجه وبعدين الأسرة وبعدين الملك المقصور وبعدين الملك الغالب وبعدين الكهنة بالمباخر بتاعتهم ده اللي بيحصل فيه ليه بتاعيدي الأيام؟ أطول الخمسين دورة الأيامة ليه دورة الغالب بس المسيح انتصر نصر حاسن على الموت وأشهرهم كهاراً أشهرهم كهاراً يعني ايه؟ فضحهم كهاراً قالوا أين شوكتك يا موت؟ قالوا أين غالباتك يا هاوية؟ وفي الكنيس الوعية اللي تعرف التقصي الويس يزيفوا آيكونت الصلابوت مع آيكونت القيامة أو ساعدت بقى لتكونوا نفسها فيها الآيامة من ناحية والصلابوت من ناحية لكن آيكونت الصلابوت موجودة لكي يؤكد أنه الملك المعصور ده أو الغالب ده موجود في الموقع الناشر بيأكد غلبة الملك الغالب والأشرق قالوا سبع سبياً أعطى الناس عطايا وأخرج المعصورين بفرح وتهليل آخر حاجة صغيرة هذا العظيم هذا المنتصر هذا الغالب هذا الذي خرج غالب أو لكي يغلب ممكن يتغلب يتغلب من إيه؟ من تحننه بس يعني قل له غلبت من تحننك أو تحننك غلبك وحتى قال للنفس البشرية في سفر النشيد حولي عني عيناكي لأنهما قد غلبتاني صار هذا هذا مكبر يغلب من تحننه مقدارش يحتمل حد يبكي قدامه مقدارش يشوف حد ما اقدارش يشوف حد ما اقدارش يعني يعني يتأثر جداً لو شاف حد لما انك كشل قدامه أو بيبكي آآ باكل التعليق على اللي قلتوه من شوية هنا السلام لك أيها الصريب سلاح الغلبة سلاح الغلبة آآ سلاح الغلبة وأنا ساعداد أو زبادة